الجمهور في النهاية ليه نتائج والجمهور في النهاية يعني يمكن بيبالغ شوية في ردة فعله حزنا على فرقته أو حزنا على منتخب مصر اللي عايز دايما يشوفه في أحسن مكان بس خلينا نبقى واضحين وصرحة ممكن يبقى وصلنا لكاس العالم ده يخلينا ندفن راسنا في الرمل والأمور ما تصلحش عايز تشتغل على اللي جاي اشتغل من دلوق اشتغل من امبارح من بعد المبرامة خلصت كلمني على منتخب 2003 وكلمني على منتخب 2006 وشوف هتشكل منتخب مصر ازاي وتشتغل عليه اربع سنين جاي احتكاكات ومبارات ودية مهمة تدي اللعيبة ثقة وترفع من مستواهم وتخليهم فاترينة الأكبر للأندية في أوروبا وتطلحهم بره وهم في سن صغير عشان لما يرجعوا لك مع المنتخب ما تبقاش بتعاني وانت بتختار تشكيلة مباراة ما تبقاش بتحط سبع ديفندرات وبتلعب تسعين دقيقة بتشتت وبتطفش وبتضيع وقت ومش عرف تبني هجمة واحدة على ملعبك ولا بره ملعبك مش الكلام ده اللي احنا شفناه مش هو ده اللي حصل مش هو ده اللي بيحصل بقاله 12 سنة وصلنا كاس العالم حتى في 2018 عملنا ايه وصلنا اتنين فاينال امم افريقيا مع هكتور كوبر ومع كيروش لعبنا كورة عاملة ازاي ازاي تصلح ده كله ازاي تشتغل على جيل تعلمه يعني ايه تنمية بشرية ما هو اصل الاحتراف مش ملعب وتمرينة ومطش وخلصت ازاي تطور من فكره وللأسف انا ااسف ان انا بقول ده اغلب الناس صلعة من بيئة بسيطة جدا جدا محتاجة تتطور ومحتاجة شغل كتير محتاجة تتعلم لغة لازم تتعلم لغة الافارقة بيحترفوا بره عشان اللغة عندهم موجودة واحدة من العوامل يعني ما بقولش يعني ان هي بس لكنها واحدة من العوامل مهمة جدا ازاي وهو بيلعب في النادي من هو عائل صغير من هو ولد صغير في براعم ولا هو في فرقة شباب ولا يعني ايه ايه ان كانت المرحلة السنية وزاي تتعلمه لغة يشتغل على نفسه يتعلم انجليزي وتعلم اسباني وتعلم فرنساوي عشان لما تجيله ما تبقاش عقق في التأقلم والاندماج مع المجتمعات اللي بره ازاي يفهم الفوارق اللي موجودة بين الكرة هنا وكرة بره يعني الفوارق كبيرة جدا الاحتراف مش عقد بيطمدي بين النادي وبين اللاعب ياخد على اساسه اللاعب لكشة فلوس ان كانت النتيجة اندية في مصر هنا بتصرف مليارات والمحصلة صفر صفر والعيبة بتقبط فلوسها وبتاخد عقودها بالكامل وارقام تتجاوز بكتير جدا جدا ارقام اندية بتلعب في دوريات اوروبية في مصر هنا لاعبين بيتقاضوا اموال تتجاوز بأضعاف مضعفة عدد او الارقام اللي بتاخدها العيبة بتلعب في دوريات اوروبية واندية مش هقول لك دوريات بقى في السويد وسويسرا وبلجيكا لا في الدورة الانجليزية وفي الدورة الاسبانية وفي الدورة الفرنساوية دوريات كبيرة يعني اي نوع من الطموح ممكن يبقى موجود عنه بصرف النظر ياخد المقابل المادي في الايه تحققات بطولة محلية او حققات بطولة عالمية هل ممكن نفكر في ان يبقى فيه سقفة عقودات ويبقى جزء منها مثلا عسابيني مثلا مرتبط بحجم الانجاز اللي يحاققوا اللعب مع فرقته او مع منتخب مصر وارد ليه لا هل ممكن نقول انه اللعيبة تحت مثلا سنة 18 سنة تحترف في الخارج بحدة اقصى مبلغ كذا عشان الاندي ما تبليغش او بيف ما الاهلي بيطلع مش الاهلي طلع مش طلع لعيبة في تشيك وطلع لعيبة في الدوري المحلي واللعيبة دي استفادت وخدت قدمت نفسها خدت الفرصة ولعبت واستوت والنادي اللي لعبت استفاد منها والاهلي استفاد من اللعيبة دي لما رجعت له مرة تانية الفكر ده محتاج ينتشر يا ما تمسكوش خصوصا انه يعني معيش مع كامل احترام يعني غير الاهلي يعني ما فيش مردود للكرة المصرية يعني مين بيلعب ومين بيكسب بطولات ومين بيطلع برا ومين العالم بيتفرج عليه ومين ارقامه بتقول انه مع الكبار الاهلي محتاجين نشوف ده على مستوى 4 و 5 اندية تانية محتاجين نشوف من مصر مثلا 40-50 محترف هكيد هاب عندك منهم 5-6 زي محمد صلاح بالتليفون تجيبهم عندك منتخف في منتقى القوة الكل يخشاو اهابه اذا كان فيه حد بيفكر اعتقد انه الشغل 2006 والكلام ملوش علاقة بكيروش يستمر او او يرحل الكلام ملوش علاقة خالص باسماء موديلين فنيين الاهم انك بيبعندك برنامج شغل تحضر بيلكاس العالم 2026 اشري